موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحافة هل تقف النار التي أكلت الأخضر واليابس؟ صحيفة الڭاردين اهتمت بمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا ونشرت تحليلا لمحرر شؤون الشرق الأوسط إيان بلاك بعنوان شكوك حول خطط وقف إطلاق النار في سوريا يقول بلاك إن خطط وقف إطلاق النار في المدن السورية التي تتنازع عليها القوات الحكومية السورية والمعارضة المسلحة أصبح يتردد صداها مؤخرا وتلقى دعما دوليا كوسيلة وحيدة لوقف عداد القتل في البلاد وأشر الكاتب إلى أن الخطط بدأت بمقترح للأمم المتحدة حول وقف إطلاق النار في حلم والذي ناقى ترحيبا من الرئيس السوري كما استجابت المعارضة المسلحة إلى حد كبير وشمل الاتفاق تسهل دخول المساعدات الإنسانية في المدينة وأضاف بلاك أنه في ظل عدم وجود استراتيجية دولية موحدة لإعادة الهدوء إلى سوريا وارتفاع وطيرة وعنف تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية فإن توسيع نطاق خطط وقف إطلاق النار داخل المدن والبلدات السورية قد يكون أفضل نموذج لتهديئة الصراع الدائر منذ ثلاث سنوات وحصد عشرات آلاف الأرواح وقال بلاك نقلا عن دبلوماسيين إنه يتعين على المجتمع الدولي حال أراد توسيع نطاق التهديئة أن يحدد أدوات مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار وتفعيل دور الأمم المتحدة كضع من لتلك الاتفاقات وفرض عقوبات على الطرف الذي سيخرق التهديئة فانية وليست باقية وعلى أيدي الناس الذين احتضنوها ثم اكتشفوا أنهم استبدلوا ظلما بظلم الجزيرة نت نشرت بعنوان أبو قتادة تنظيم الدولة إلى زوال قال المنظر البارز في التيار السلفي الجهادي عمر بحمود عثمان أبو قتادة عن تنظيم الدولة الإسلامية ردا على شعارات المؤيدين له بأنها باقية رد عليهم بالقول إنها فانية ووصف قادتها وأتباعها بالخوارج وأتباع الفكر الضل أما عن قيام الثورات فيقول إنها صناعة للتاريخ وهو يراها صناعة ربانية لذلك فهو يرى أن كل من يقف في وجه النبوءة الربانية سيخسر فالإسلام سينتصر لأن الحرب اليوم هي بين الإسلام ومشروعه وبين خصوم الدين على تفرقهم أما عن الدولة الإسلامية التي أعلنها أبو بكر البغدادي فيقول هذا استباق من هؤلاء وهذا مشروع فاشل وهو فقاعة لأنه ولادة في غير محلها مع وجود الفساد الفكري لدى أصحابها فهو ضرب لتيار الجهاد وتقسيم له وأقول إنها مطية المخابرات التي تريد أن تلغي مشروع الجهاد الذي حاصل له القبول ولولا دخول الدولة على خط سوريا لكتسح التيار الجهادي سوريا من شمالها إلى جنوبها وهي من فكر موتور وضال ومن شباب جهلة ومن أناس لا يعرفون من الدين إلا قشرة وهذه جماعة تملك الفناء في داخلها من فكر تفكيري خارجي يوجه الحراب نحو الأمة وهي لم تقم بأي عمل ضد الخصم ويتابع القول بأن هذا التنظيم ضرب المشروع الجهادية في نقطتين الأولى أنها قسمت المشروع والثانية أنها وجهت الصراع نحو الداخل وأعتقد أن هذه الدولة فانية وليست كما يقولنا باقية كما أن فكرها لا يعرف إلا النظرة السوداء نحو الآخر وهذا سيؤدي إلى أن ينظر بعضهم إلى بعض بنفس النظرة أنا لا يهمني كم عندهم من العتاد والسلاح فقوة الجماعة المجاهدة في قوة الحاضنة الشعبية وهذا لا يتوفر لجماعة الدولة التي إن ضعفت في منطقة ما مثل الرقة فسيؤدي إلى ملاحقتها وقتلها من قبل الشعب الذي بحث عن من يرفع الظلم عنه من نظام بشار الأسد ويساعده في التعليم وغيرها من الأمور لكن الناس اكتشفت أنها استبدلت ظالما بظالم لذا فإن فنائها قادم لا محالة وعلى أيدي الناس أمجد كسرة ما تزال تراود الإيرانيين الطمحين لاستعادة عرش فارس صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا لصالح القلاب بعنوان إيران تكره العرب وتريد الشيعة جالية فارسية جاء فيه المشكلة التي يواجهها العرب الآن هي أن إيران التي من المفترض أنها شقيقة ويربطها بالأمة العربية تاريخ طويل ومصالح مشتركة تستهدفهم وجودا ودورا ومكانا وتكرههم وتزدريهم كأمة وهذا لا يقتصر على الاستهداف السياسي الذي زادته ثورة عام 1979 الثورة الخمينية زادته وطأة وقسوة وإنما يتعداه إلى الاحتقار الثقافي ربما لا يعرف كثيرون أن عقدة العقد في هذه المفاوضات الماراثونية التي تجهها إيران مع الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة هي أن الإيرانيين يطالبون بإطلاق أيديهم في هذه المنطقة وعلى أساس أن العرب بكل دولهم همشيون وأنهم أمة زائدة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا عن حلفائهم وأنه لا يعتمد عليهم ولذلك فإنه كما يقول الإيرانيون إذا أراد الغرب ضمان استقرار هذه المنطقة فإن عليه أن يضع يده في يد جمهورية إيران الإسلامية الدولة ذات العنق الحضاري الذي يعود لألوف السنين الذي يتبثل في إنجازات الفرس الكونية العظيمة فالإيرانيون يقدمون أنفسهم لمفاوضهم على أساس أن أربعة عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء باتت تدور في فلك طهران وعلى أساس أن القرار في العراق وفي سوريا هو قرار الولي الفقه بعض العرب لا يعرف أن إيران كانت رفعت في عام 1993 شعار لقاء الحضارات الأساسية وأرسلت وفدا إلى نيو ديلهي وبكين وكاراتشي لتبشر بهذه الفكرة التي أحبطها في حقيقة الأمر الباكستانيون الذين أصروا على أن هناك حضارة إسلامية وأنه لا يجوز تجاوز العرب الذين هم مكاون رئيسي في هذه الحضارة الإسلامية إنه لا جدال إطلاقا في أن الإيرانيين قد حققوا في السنوات الأخيرة اختراقا استراتيجيا كبيرا في منطقتنا العربية ولكن المطلوب اليوم هو التكاتف الجدي للتخلص من هذا النظام الذي تحكم إيران باسمه في سوريا وهو إعادة التوازن الإيجابي إلى العراق وبسرعة وهو تقزيم دور حزب الله دور حزب الله في لبنان وهو التصدي لتحالف الحوثيين مع علي عبدالله صالح والحفاظ على وحدة الشعب اليمني ووحدة اليمن التي بات يهددها خطر العودة للانقسام والتشطير فعلا وبصورة جدية إننا بتنا بحاجة إلى وقفة عربية جدية وجادة وإننا بتنا بأمس الحاجة إلى بروز كتلة طليعية تضع هذه الأمة على بر الأمان وعلى طريق نهوضي قبل الانهيار لا شيء في الزمان يذهب هباء والإنسان لابد أن يتلاقى مع ما قدم من عمل مهما طال الزمن نشرت صحيفة حريات التركية تحت عنوان ثاني حادث وضع كيس على رأس جندي أمريكي جاء فيه قامت مجموعة من الشباب المنتمين إلى جمعياس رابطة اتحاد الشباب التركي بوضع كيس على رأس أحد الجنود الأمريكيين العاملين في إحدى السفن الحربية الأمريكية المرابطة في البحر الأسود بينما كان يتجول في اسطنبول يذكر أن هذه الحادثة التي قام بها عدد من الشباب جاءت انتقاما لحادث وضع الأكياس على رؤوس أحد عشر جدية تركيا عام 2003 في العراق وهي ثاني حادثة يقوم بها أعضاء جمعية اتحاد الشباب التركي حيث جرت الأولى عام 2011 في مدينة بودروم السياحية من جهتها أبدت السفرة الأمريكية في العاصمة أنقرة امتعاضها الشديدة للحادث كثرت القمم والمؤتمرات حول أزمات الشعب السوري وجميعها ينطبق عليها القول أسمع جعجعة ولا أرى طحينا فهل سيكون هناك طحينا هذه المرة؟ موقع ترك بريس نشر تحت عنوان داود أغلو سنتدابل وضع حلب في قمة مجموعة العشرين جاء فيه قد رئيس الوزراء أحمد داود أغلو إننا قلقون للغاية بشأن ما يجري في حلب فهي تتعرض منذ قرابة أربع سنوات لكل أنواع الهجوم والاعتداءات إنها تحت الحصار والعالم يتفرج كما تفرج سابقا عن الاعتداءات على حمص وحمى جاء هذا في تصريحات لرئيس الوزراء التركي قبل توجهه إلى أستراليا لمشاركة في القمة التاسعة لمجموعة العشرين حيث سيلتقي فيها زعماء العالم على مداري يومي الخامس عشر والسادس عشر من تشرين الثاني الحالي لمحث أهم القضايا الاقتصادية والمالية في العالم وتابع قائلا سنتداوى الوضع حلب في قمة مجموعة العشرين مع كل الأطراف الأخرى وسندعو الجميع إلى اتخاذ الخطوة اللازمة من أجل إيقاف المأساة الإنسانية التي تعيشها المدينة وأشر داود أغلو إلى أن المجتمع الدولي يطبق معايير مزدوجة تجاه حلب إننا مع شعب حلب وندعمه حتى نهاية الشعب السوري كله صديق بالنسبة لنا ولكن علاقاتنا الدائمة مع حلب جعلت مكانتها مميزة بالنسبة لنا إن وقف إطلاق النار على حلب له أمر مرجو للغاية ولكن لم يسبق للأسد أن التزم بوقف إطلاق نار مؤكدا أن تركيا لا تتوانى عن مساعدة المحتاج في أي مدينة من مدن سوريا دون نظر إلى العرق أو المذهب تتزعم تركيا هذه المرة لأسد قمة العشرين وهذا ليس بالأمر السهل إذ أنها ستقف في صف الدول المتقدمة لتكون جسرا يمتد إلى الدول الأخرى بعد الإيرانيين والروس والأفغان والتحالف الدولي اليوم الأردنيون أيضا يساهمون في قنق الثورة حتى أنت يا بروتوس نشر موقع القدس العربي خبرا بعنوان أدلة على مساعدة أردنية تلقاها بشتر الأسد في معركة نصيب بقلم بسام البداري جاء فيه زيارة العهل الأردني الملك عبدالله الثاني الجديد للمنطقة العسكرية الشمالية في بلاده تأكيد جديد على ثبت قديم في المعادلة الأردنية عندما يتعلق الأمر بسوريا قومه بغاء الحدود نظيفة قدر الإمكان للمجموعات الجهدية المسلحة بمحاذاة الشريط الحدودي الأردني أكثر من رسالة وجهت عبر موفدين أو وسطاء من عمال نظام دمشق تعبر عن رغبة الأردن في عودة الجيش النظامي السوري لواجهة الحدود في منطقة شاسعة في درعة آخر الرسائل قالت بوضوح لا نريد أن تبقى قوات إرهابية على الجانب السوري من حدودنا آخر رسالة في هذا السياق كانت عملياتية بامتياز فالتسريبات تحدثت عن معلومة أردنية أمنية الطابع قدمت للجانب السوري مؤخرا وساهمت في معركة مفصلية في عمق درعة تخلى لها قصف عنيف لقوات النصرى في مدينة نصيب تحددا حسب مصادر سلفية في عمال لا تريد التساهل أمام إمكانية إمكانية سيطرة جبهة النصرى على معبر نصيب الذي لا يعمل بين البلدين بعدما غادرت قوات نظام السوري منذ ثلاثة أعوام وامتنع بشار عن محاولة استعادته نكاية بالأردن ووقفه السياسي وفي ذات السياق نشر موقع زمان الوصل تحت عنوان قرر جمهوري مصري يعمقها واجس السوريين ويزيد احتمال تسليمهم لنظام بشار جافي باتت حياة شريحة من اللاجئين السوريين في مصر مهددة بشكل فعلي مع إصدار عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكم عليهم من غير المصريين إلى دولهم وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم ونص القرار الجمهوري على أن موافقة رئيس الجمهورية على تسليم المتهمين أو المحكمين الأجانب إلى دولهم تكون بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء وما تقتضت مصرحة الدولة العليا ذلك ويثير هذا القرار مخاوف حقيقية لدى اللاجئين السوريين الذين فروا من بط نظام بشار الأسد وسبق للسلطات المصرية أن اعتقلتهم بتهم مختلفة مثل محاولة الهجرة غير الشرعية أو غيرها كون القرار يفتح الباب أمام شرعانة إعادتهم إلى النظام ليعتقلهم ويمارس عليهم أنواع الإهانة والتعذيب وربما التصفية الجسدية الثورة كفاح في سبيل الحرية لمد أن يثمر مهما طال الزمن هذا ما يقوله الدكتور محمد جمال طحان الذي نشر في موقع كلنا شركة بعنوان مخاض الثورة والولادة القادمة جاء فيه جيلون ولد في كنف الاستبداد وفي كنف اللصوص تجرع المر فصارت الفهلوة شطارة الغالبية العظمى التي انبثقت من بيئة الوحل هذه انشقت شقين اختر بعضهم مهنة التشبيح واختر بعضهم الانضمام إلى جوقة الغتناء بالانضمام إلى ألوية وفصائل الجيش الحر لم يبقى سوى قلة قليلة من المخلصين الصابرين المحتسبين يجاهدون على الأصعدة المختلفة من الإعلام إلى الإغاثة إلى الدفاع المخلصون أبناء البلد الذين عانى ذوهم الأمرين لتربيتهم بعيدا عن الأحزاب والشلالية والمؤامرات باتوا في مواجهة ثلاثية خاطرة على صعيد الداخل العصابة الحاكمة والشبيحة واللصوص الذين التحقوا بالجيش الحر وواجهوا خطرا مستديما على صعيد الخارج تمثل في الدول التي جهرت بإسناد النظام والدول التي أخفت مساندته والدول التي تتضرب مصالحها مع حرية السوريين والدول التي صحت خائفة من وصول مد الثورات إليها الثوار الحقيقيون المخلصون ليس لهم سوى الاعتماد على وعيهم الفطري وتجربتهم الطرية وصبرهم الشاسع وسواعدهم الفتية كل تخطيط مسبق لثورة هو انقلاب الثورة كفاح وتضحية ونضال في سبيل نيل الحرية ولابد أن يثمر شرف المحاولة وإن طال الزمن أحجار على رقعة الشطرنج الجميع رابحون عدى الشعب السوري كتب أحمد الشامي مقال في صحيفة عينب بلدي بعنوان الملعب السوري جاء فيه قبل الربيع العربي بأشهر كانت السيدة كلينتون تحضر حول الطفان الآتي إن لم يحصل إصلاحا سياسي في الشرق العربي هل كانت كلينتون تقرأ الغيب؟ أم أن مراكز الأبحاث الأمريكية كانت تتوقع الانفجار القادم؟ هل الربيع العربي هو مؤامرة أمريكية ماطنية يهودية للسيطرة على ثروات العرب؟ لا يحتاج الأمريكيون للتآمر من أجل السيطرة على موارد المنطقة فهم يسيطرون حاليا على كل ما يهمهم ما يرده الأمريكيون هو دوام ازدهار إمبراطوريتهم وهو ما يحتاج لضمان استقرار العالم الغربي وأمن إسرائيل ثم استمرار تدفق النفط مع التحكم بأسعاره دوام النفوذ الأمريكي يقتضي تحجيم كل منافس محتمل وإغراقه في المشاكل في المقابل هناك قوان عالمية وإقليمية صاعدة ترد حصتها من النفوذ وهو ما سيكون حتما على حساب النفوذ الأمريكي الروس يريدون سوقا لسلاحهم الخردة وأسعار نفط وغاز مرتفعة ومقايضات مع الغرب في أوكرانيا وغيرها مقابل الشرق الأوسط الصين تريد أسواق مفتوحة لبضائعها ونفط رخيص لمصانعها إيران تريد الاعتراف بها كلاعب أكبر في الإقليم عبر التشيع والسيطرة على المنطقة من خلال تحالف أقليات يضمها هي وإسرائيل أما إسرائيل فترد البقاء جزيرة آمنة تمارس التمييز العنصري وتعلي من شأن نقاء اليهودي تنتهك حقوق وإنسانية جيرانها العرب وتتعاون مع أنظمة كلها خانعة وعاملة تركيا تدرك أن حظوظها في دخول السوق الأوروبية مرهونة باستقرارها وزهارها وبمدى نفوذها الإقليمي في العالمين التركي والإسلامي في المقابل لا يوجد أي لاعب عربي يملك حدا أدنى من القوة يسمح له بدخول حلبة المنافسة فالعرب دون استثناء ملعوب بهم وحتى أثرياءهم ليسوا لاعبين هذه القوى المتنافسة ذات المصالح المتناقضة تحتاج لملاعب خارج حدودها هكذا تحولت الدول المزارع التي نشأت بعد سايكس بيكو تحولت إلى حقول قتل يتنفس فيها الأقوياء في حرب باردة جديدة متعددة الأطراف هلامية التحالفات تلاحها الأمضى هو الإرهاب بكل تشكيلاته وتنوعاته وخاصة إرهاب الدولة وذلك المدعومة من قبل الدول النظام الأسدي أيضا وجد لنفسه مصلحة في تحالف إلى ملعب في التحول إلى ملعب وممر لنفوذ الأقوياء بدل الاعتراف بحقوق السوريين في الحرية والكرامة هكذا يكسب الجميع عدى السوريين بعد فصل الأطباء والمحامين الدعمين للثورة والعقبة للملايين من الشعب السوري ثلاثون فنانا سوريا على لائحة الفصل من النقابة بدعو الإساءة لرمز السيادة الوطنية عنوان لما نشره موقع كورونا شركة جافي قال نقب الفنانين السوريين زهير رمضان أن النقابة ستعلن عن أسماء ثلاثين شخصية من مختلف الاختصاصات الفنية مخرجين كتاب وممثلين سيتم فصلهم من نقابة الفنانين في سوريا وذلك بعد التأكد بالدليل القاطع من مساهمتهم في سفك دماء السوريين على تأييد المعارضة المسلحة أو الدعوات للتدخل العسكري في سوريا وأوضح رمضان بالقول نحن نبحث عن المقابلات والتصريحات التي أدل بها هؤلاء الفنانون في الأرشيف وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لتفنيدها وإثبات اتهامات النقابة بالأدلة والبراهين وفي سؤال حول ما ستقدمه النقابة من ضمانات للفنانين الذين دعاهم هو شخصيا للعودة إلى سوريا خلال لقائه على إذاعة المدينة أجاب رمضان كل شخص لم يدلي بأي تصريح يحرض على سوريا سنضمن عودته بكل الوسائل الممكنة معتبرا أنه لا يمكن تشبيه الإنسان البسيط الذي غرر به وحمل سلاحا عن جهل في وجه الدولة بفنان مثقف يفترض أن يكون قائدا للرأي وكشف رمضان أن أسماء كل من عبد الحكيم قطيفان ومازل الناطور وجلال الطويل والكاتب سامر رضوان بالإضافة إلى إسمي مكسيم خليل وجمال سليمان ستكون على قائمة المفصولين من النقابة الخنساء بات هذا لقبها بعدما فقدت زوجها وأبناءها الأربعة بسبب قصف منزلهم في حي الخالدية في حمص ما إن وصل الخبر إليها حتى فقدت القدرة على النطق بشكل كامل تكتفي أم ياسر اليوم بالإشارات وغالبا ما ترفع يديها إلى السماء وعنها وعن مثيلاتها نشرت العربي الجديد بعنوان نساء سوريا أمهات ثكالة وأرامل وبعد ثقلات شهداء سوريا كثر الأمهات الثكالة كثيرة أيضا مع ذلك لا يمكن حصر معاناة السوريات لفقدان أبنائهن منذ بدء الحرب في البلاد قبل نحو ثلاث سنوات ونصف السنة هؤلاء يعتقلن ويشردن ويصبحن فجأة مسؤولات عن تأمين لقمة العيش لهن ولأطفالهن لكن تبقى خسارة الأبناء المعاناة الأصعب منذ بداية الثورة السورية قارب عدد القتلى مئتي ألف بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان هؤلاء ليسوا أرقاما بل أشخاص ينتمون إلى عائلات لديهم أمهات وآباء بحسب المركز السوري للأحصاء والبحوث يعتقل نظام ثلاثة عشر امرأة شهريا أما المعتقلات في الفروع الأمنية فتقدر أعدادهن بالآلف أما نسبة اللواتي تجاوزنا الخمسين عاما في السجون فقد وصلت إلى ثلاثين في المائة ونسبة الحوامل خمسة في المائة ويشهد أغلب السجون ولادة على الأقل شهريا أما نسبة اللواتي أصبنا بعاهة فقد وصلت إلى عشرة في المائة ونسبة المصابات بأمراض مستعصية ويتعرضنا للإهمال أيضا لعدم توفر الأطباء أو عدم تأمين الدواء دائما فتصل نسبتهن إلى ستين في المائة أما لواتي شملهن العفو الذي صدر منذ فترة قريبة فلم تتجاوز نسبتهن العشرة في المائة ولم يخرج منهن فعليا إلى عدد ضئيل جدا كما أشر المركز إلى أن عشرين في المائة من هؤلاء فقط قادرات على توكيل محام وتحمل نفقاته أما نسبة من يتاح لأهلهن الزيارة ما يعني تزويدهن بالمال اللازم لجلب حاجتهن الشخصية فلا تتجاوز ثلاثين في المائة علما أن الحد الأدنى للتكاليف الضرورية للمعتقلة يصل إلى خمسة ألاف ليرة سورية شهريا أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان دراسات عدة حول الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة السورية منذ بداية الثورة وحتى اليوم وتقول مسؤولة قسم المرأة في الشبكة نور الخطيب للعربي الجديد تجاوز عدد الضحايا النساء اللواتي قتلنا على أيدي النظام حوالي ثلاثة عشر ألف امرأة ما يعني أن سوريا تفقد يوميا اثنية عشر امرأة وتضيف سجلت الشبكة سبعة آلاف وخمسمائة حالة عنف جنسي ونزوح نحو 2.1 مليون امرأة في الداخل ولجوء نحو مليون فاصلة واحد إلى خارج سوريا كما أعلن تقريبا صادر عن لجنة الدولية للإغاثة حول العنف ضد النساء المتأثرات بالصراع السوري حمل عنوان هل ننصت؟ عن أن ما يزيد على ثلاثة ملايين لاجئ سوري مسجل يعيشون في بلدان مضيفة بالإضافة إلى تسجيل مائة ألف شخص كل شهر والأخطر أن أربعة من كل خمسة أشخاص هم نساء أو أطفال ثلاثون بالمائة منهم يعيشون في المخيمات وسبعون في المناطق الحضرية مشاهدين الكرام يقول نزار قباني ثوري أحبك أنت ثوري لا ترهب أحدا فإن الشمس مقبرة نسوري ومع إشراقة غد جديد يتجد لقاءنا معكم مع حديث صحافة جديد إن شاء الله تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل أطيب المنى وإلى اللقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة